نعم نعم للحقوق كلا كلا للقرار كلا كلا للقرار حصاد الحصاد أهلا بكم اتساع احتجاجات شريحة العاملين في الشركات النفطية العراقية رفضا لقرار مجلس الوزراء الخاص بزيادة حصة وزارة المالية من أرباح الشركات النفطية بنسبة 75% منتسب شركة نفط ميسان وشركة نفط الجنوب في ذيقار تظاهر رافضين المساس بمخصصاتهم المالية وزارة الدفاع الأمريكية تؤكد مجددا أنها سترد على أي هجوم يستهدف قواتها في العراق وسوريا في الوقت المناسب وبطريقتها الخاصة المتحدث باسم البنتاجون الجنرال بات رايدر قال إن بلاده تأخذ تهديدات الجماعات المسلحة في العراق بتنفيذ هجمات على قواتها على محمل الجد لكنها لن تسمح بأي تهديد يعرض قواتها للخطر مسلحون يرتكبون مجزرة في قضاء بيجي شمالية محافظة صالح الدين بعد إقدامهم على قتل ثلاثة أشخاص ينحدرون من أسرة واحدة مصادر أمنية قالت إن المسلحين أطلقوا النار بعد اقتحامهم منزل العائلة في الحي العصري قرب مستشفى بيجي العام قبل أن يضرموا النيران بجثث الضحايا ثم لاذوا بالفرار إلى جهتين مجهولة بطريال كالكلدان لويساكو يقول إنه من المؤسف أن ينخدع مطران أربيل بشار وردة بوعود جهات أخرى ويصبح عرابها على الرغم من تجاوز تلك الجهات على الكنيسة وعلى حقوق المسيحيين ساكو أكد أن ما يروجه الأساقف الخمسة من غياب حرية التعبير عن رأيهم عار عن الصحة متسائلا عن أسباب ظهور مثل هذه الإدعاءات بشكل مفاجئ بعد إحدى عشرة سنة من تولي المرتبة اشتركوا في القناة